لا شك أن الذي يجري في سوريا هو جزء من المعادلة الصراع التي بدأت بغزة وامتدت إلى لبنان وفي تقديري هناك تقاسم لمناطق نفوذ تفرض عن طريق أما حروب غير مباشرة وهذه اللي تقوم بها الفصائل في الميدان أو بطريقة مباشرة عبر العمليات التي تقوم بها على سبيل المثال روسيا من الواضح جدا أننا نتجه باتجاه عزل جغرافي لمحور الممانعة والمقاومة في تقطيع أوصال مع خط التماس بين سوريا لبنان مرورا بخط التماس الحدودي العراق سوريا وهذا العزل الجغرافي الغاية من تحييد الفصائل الموالية إلى إيران رغبة في عزل مسرح الأحداث في سوريا بعيدا عن النفوذ الإقليمي لإيران تمهيدا لتسوية روسية أمريكية كاستحقاق لمرحلة قدوم الرئيس ترامب والمعادلة تشي بهذا الاتجاه على قدر تعلق الأمور قد تكون هناك ارتدادات ولكن التوقعات نسبها محدودة في مسألة التدفق باتجاه الحدود العراقية المبادرة الحكومة العراقية إيجابية جدا في نشر قطعات ماسكة للحدود المعادلة واضح جدا أنها لن تتبدد ولا تعمل وفق مبدأ كسر الحدود وإنما ستبقي هذه النشاطات في داخل سوريا عبر السيطرة على خطوط النقل استراتيجية بين M4 و M5 عبر السيطرة على مدينة سراقب ولل يكون هناك تدفقا بشريا قد يكون هناك تسلل نسبي سيعالج باتشار القطعات الخطورة بالنسبة للجبهة العراقية ستكون هناك معركة ولكنها ليست معركة برية أي معركة جوية والهدف فيها ستكون الفصائل بحسب التوقعات المرجحة